حيكم الله شباب معكم حارب الصحراء في فيديو جديد طبعا يا شباب زي ما عودناكم لا تنسونوا لايك والاشتراك في القناة هنا شير الفيديو والله يساعدكم طبعا بدعمكم يخلينا نستمر طبعا اليوم راح نزل فيديو اللي هو شرح عن تحديات البت الباس ولون المقطع متخر شوي طبعا يا شباب بعيد وكرر طبعا التحديات البت الباس يا شباب طرى لغلب تبدأ معك من الرنق الثالث مشروط عليك انك تكون مركبتك في الرنق الثالث زي ما تشفون الرنق الثالث اللي هنا يا شباب والرنق الرابع تحت الرنق الثالث اللي هو الثاني والأول طرى ما يمشي معك التحدي ما راح يمشي معك التحدي نهائيا ايضا اعيد وكرر يا شباب طرى التحديات لها وقات او تواريخ معين وتفديدي وفي منها لازم توصل الليفل معين اللي هو 21 او 40 او 60 عشان يبتع معك تحديات البت الباس طبعا الليفل 20 وال40 هذي في البت الباس يعني إذا وصلت لليفل 21 زي ما تشوفون راح يفتح معي التحدي هذا اللي هو زي ما تشوفون وين 20 مشين طبعا أنا راح أشرع التحديات بعدين لكن زي ما قلت لكم طرح في تحديات تفتح بالتواريخ وفي تحديات تفتح بالليفل معين توصل أيضا يا شباب التحديات يعني مسموح لك تأكدوا يا شباب دائما التحديات مشروط منك يا دبابات يا طيارات يا سفن والمداثة همشة يا شباب اللي هو الAB والA realistic والCB طبعا الAB معروف اللي هو arcade battle ال-RB اللي هو realistic battle ال-CB اللي هو الـ simulator battle شباب هذي اختصارات يعني إذا شفتو ال-AB وال-RB وال-SP طرح هذي اختصارات اللي هو arcade battle والrealistic battle والsimulator battle زي ما تشوفون اللي أنا حطنا عليه باستسهم او ال-Aasha طبعا عندنا أول تحدي طبعا ممكن الأغلب خلصه وهو أسل التحدي اللي هو دمر 250 أو ساعده حالة فعلة تدمير 250 عدو طبعا هذا التحدي مرة سهل ومشروط منك زي ما قلنا لازم تكون مركبتك في الرنك الثالث وانت فوق وانطال الرنك الثالث الرابع الخامس تكون مركبتك فيه ما يهم البيار البيار ما يهم على سبيل المثال عشان نعطيكم نبدة سهلة أو نبدة بسيطة طبعا عندي هنا مركبة بيارة ثلاثة بوينت صفر طبعا فهي موجودة في الرنك الثالث فعاد يمشي معه التحدي يعني لو بخلصت بتحديات البات الباسطر عاد يمشي معه التحدي طالما انها يعني في الرنك الثالث نجي في التحدي الثاني التحدي الثاني اللي هو يقول لعب 25 مهمة بالمركبات الألمانية الشرط الثاني لازم يكون نشاط حقك فوق السبعين أقل من السبعين ما راح يمشي معك التحدي يعني نشاطك لازم يكون فوق السبعين ومشروط عليك انك تلعب بالمركبات الالمانية سواء دبابات طيارات السفن. اوكي يا شفاف هذا مطلب منك 25 مهمة. سهل التحدي هذا وما يحتاج. نجي للتحدي اللي بعده. طب ما التحدي اللي بعده ترى اغلب التحديات اللي بعده ما بعد فتحت لا هتواريخ معينا اللي هي 6 نوفمبر 27 نوفمبر كذا وهكذا. التحدي اللي هنا يقول دمر مية جراند او اور سيرفز. طبعا هنا مطلب منك تلعب الطيارات. سواء ريليستيك او اركيد. يقول دمر اللي هي المضادات الارضية او المركبات الارضية الكمبوي. سهل ما يحتاج التحدي هذا. هذا فقط مشروط منك تلعب الطيارات. نجي للتحدي اللي بعده. طبعا هنا يقول سيت بلاير في كل انفاء. طبعا التحدي هذا السهل ما يحتاج. يقول اجعل العدو يحترق. يعني جيب كيرتكل او تحرق عند الفيول او تضرب عند الفيول تسبب لي صابة او ديمج في الفيول يحترق. ثمانين مرة. سواء طيارات سفن دبابات. سهل تحدي هذا يا شباب وهم ما يحتاج. نجي للتحدي اللي بعده اللي هو دمر خمس لعيبة استخدام. طبعا هنا يقول دمر خمس لعيبة باستخدام قنابل اقل من ١٢٠ كيلو جرام. طبعا مشروط منك تلعب طيارات وتكون القنبل اقل من ١٢٠ كيلو جرام. طبعا موجودة هذه تحصل في سبيت فاير او البي واحد خمسين او البي اف او حاجات هالي ما لي خبر في طيارات كثير وممكن الناس يلاغل منها لكن تحصل القنابل تكون اقل من المية وعشرين كيلو جرام نيجي لتحدي اللي بعد اللي هو دمر ثلاثة اعداء طبعا هنا مشروط تلعب البومبر وتدمر ثلاثة اعداء سواء دبابات سواء طيارات سواء سفن من دون ما تخسر البومبر حقتك او طيارتك طبعا تحدي مطلوب منك تلعب بومبر يا شباب اوكي يا حبيبي طبعا ما سمع لك في الاركايد في الريليستيك في السومليتر سواء في مود الدبابات او سواء في مود السفن او سواء في مود الطيرات يعني اهم شي تدمر ثلاثة اعداء من دون ما تخسر مركبتك نيجي لتحدي اللي بعده طبعا التحدي اللي بعده اللي يقول هو ديل عشرين الف ديمش طبعا تحدي هذا مطلوب منك تستخدم السفن سواء اه ار بي او نيفا اي بي اه دمر او دمج اه جب ديمش او زي النظام السكور هو عشرين الف يمشي معك يعني في القيم الاول ثانة ثالث يعني زي الليفل فهذا السهل التحدي لكن مطلوب منك اه باستخدام البلو واترشب اللي هو السفن الكبيرة ما هي السفن الصغيرة يا شباب باستخدام السفن السفن الكبيرة طبعا تحدي هذا السهل وما يحتاج نجي لتحدي اللي بعده تحدي اللي بعده مطلوب نفس الكلام لكن باستخدام مركبات السيزن مركبات السيزن معروفة يا شباب اللي هي الطيار او السفينة الروسية المجانية او المركبات الفايت اللي تبع السيزن الفايت طبعا الهي تي خمس وخمسين اي او التولدا اي الايطالية وهك او الكاي شاي سعلا وما يحتاج تحدي هذا باستخدام مركبات السيزن يا شباب نجي لتحدي اللي بعده اللي هو دمر خمسة عشر لاعب باستخدام الناظر تايب طبعا هنا يقول دمر خمسة عشر من الدبابات او السفن باستخدام الطيارة اوكي يا شباب باستخدام الطيارة هم شي ما يكون بوت هم شي يا شباب ما يكون بوت هنا نفس الكلام لكن باستخدام السفن يعني دمر طيارات باستخدام السفن او الدبابات مرة سهلة شباب بتحدي هذا اوكي وضعت معكم يا شباب هنا يبيك دمر سفن او دبابات باستخدام الطيارة هنا يبيك دمر طيارات باستخدام السفن او الدبابات سهلة تحدي هذا وما يحتاج طبعا نجد التحدي اللي بعده اللي هو دستورتين فيكل وزا طبعا هنا مطلوب ان نكتمر العشرة ده بستخدام الATGM او الAGM او الAHM بستخدام الطيرات طبعا هنا بستخدام الطيرات يشوفها سواء في الاركايد في الريليستيك او السيمولاتر في اي مود تبونه يعني مودة الطيرات او مودة دبابات او مودة السفن بستخدام الATGM بتحصلون هذي في الطيرات المتطورة او الحديثة او في الحرب الباردة زي ما قلنا الATGM او الAGM او الAHM طبعا تحصلون في الطيرات يا شباب الحديثة او المتطورة طبعا هذا السالة وما يحتاج نجي اللي في التحدي اللي بعده التحدي اللي بعده مطلوب منك تجيب 15 reward الهو والintelligent طبعا الانتليجنت مرزة يا شباب الهو بستخدام المركبات الخفيفة المركبات اللايت يكون عندها زي السكاوت طبعا على سبيل المثال عندنا الام واحدة ربين الكبز طبعا هذا مثال بسيط يا شباب فيه انواع طبعا اللي هو السكاوت طبعا تسوي السكاوت على العدو الشيء الثاني انت ما تذبحه خلتيمك هو اليدتها عشان نعطيك reward او المدلية اللي هو الانتليجنت طبعا يبيب منك جمع 15 reward من هذي المدلية مره سهل تحدي هذا وما يحتاج طبعا نجي للتحدي اللي بعده اللي هو باستخدام تحديات هذي طبعا يا شباب زي ما يقولون لازم توصل معين في البتلباس طبعا يقول هنا فوز 30 مهمة ويلو ودسترين طبعا هنا يقول فوز 30 مهمة وما تكون فايز وانطالع ب3 كل يعني ما تطلع من القيم والاقل شي طالع ب3 كل يعني تطلع من القيم ب3 كل ما رح تسيب لك التحدي هذا سواء دبابات السفن او طيارات اوكي يا شباب هذا في اللي في 21 في البتلباس تفوز بالقيم وهم شي انك تدمر يعني 3 اعداء وما فوق سهل التحدي هذا وما يحتاج سواء طيارات او دبابات السفن نجل لتحدي اللي بعده اللي هو راح يفتح معك في level 40 اللعب 15 مهمة while you will be beginning طبعا هنا يبغاك تلعب 15 مهمة وتكون الاول على فريقك ما يهم خسارها او فوز مشروط منك نكتاخذ الاول على الفريق سواء طيارات دبابات السفن arcade realistic simulator عفوا لا simulator ما هم موجود يا شباب في التحدي هذا التحدي هذا مرة تسهلوا ما يحتاج ما سمع لك في الدبابات او السفن او الطيارات ونجل لاخر تحدي يا شباب هنا يقول player 300 each of the strength list طبعا هنا يبغاك تلعب ثلاثة مبادات اللي في اللعب اللي هي سواء grand battle او the fall battle او the air battle طبعا مشروط منك تلعب ثلاثة مبادات اللي هي في اللعبة اللي هو grand او السفن او الاركيد عفوا الطيران مرة سهلة تحدي الاخير يا شباب كل علاق يعني زي ما تقولون تاخذ لكلفة كامل على اللعبة تمر على الطيارات وعلى الدبوات وعلى السفن مرة تحدي السهلة شباب ما يحتاج كده يا شباب نصل شرح التحديات اليوم طبعا المركبة المجانية في battle pass تقريبا هي السفينة زي ما تشوفون بالنسبة للمركبات هذه طبعا ما هي مجانية طبعا هذه المركبات الفائتة لل battle pass القديم اللي هي عندك ال T55 والإيطالية تقريبا اللي هي تولدا تقريبا هذه هي اللي هي موجودة طبعا هذه في battle pass الثاني أو الأول تقريبا والله ما أذكر مرة قديمة طبعا مرة ممتازة يعني بس المشكلة أنها ما هي مجانية فإذا تبغى تبغى المركبات هذه فلازم تشتري battle pass اللي هو الفين طبعا بالنسبة للمركب المجانية الوحيدة في battle pass اللي هي السفينة الروسية بالنسبة للطيارة لازم تشتري battle pass حتى لو توصل الرينكام طبعا الأغلب يسألي طيب إذا شارت battle pass يعني راح أفتح الليفل كله لا ما راح تفتح الليفل كله راح بس تفتح الأشياء اللي هي الحصرية بس ما توصل الليفل فلازم عشان تكون معك الطيارة أو الدبابات هذه لازم توصل الليفل حقها يعني لازم الله يعينك تشتقل على التحديات مشروط عليك أو الله يعينك تروح تدفع 150 gold أو 250 gold على كل الليفل اللي هو 2500 2500 راح يعطيك 15 ليفل إذا شارت البعث الباس طبعا بعد فترة راح يفق معك اللي هو 150 أو 79 أو 80 ما أدري والله وراح تدرجيا يزود معك السعر البتل باس طبعا كذا ناصل نهاية الفيديو أتمنى ما قصرت في شي ولان داي سفصري اكتب في الكومنت طبعا زي ما يكون اشتراك في القناة واشتراك في القناة في شباب ناس ممكن ما عندهم المقطع وما عندهم أحد يشرح في اللعبة العربي فارسلوا له هذه المقاطع كذا تكسبوا ناجر فيه وفينا إن شاء الله وإن شاء الله نشوفكم في مقطع آخر والسلام عليكم مرحب الله وبركاته شكرا